يعلم بحضراتكم مرة أخرى فقرة عظيمة جداً بدأ معنا زماننا المميز جداً فريد قد بالمصور الصحفي عن أفضل صور الإسبوع نكملها النهاردة إن شاء الله بإسبوع جديد في صور عظيمة جداً لزملائنا الرائعين المصورين الرائعين فريد منور الدنيا سعيد جداً يا كريم إزايك عامل إيه؟ أخبرك إيه؟ كله حلو؟ زي الفل ألشانا بعتزلك على الوقت لا لا ولا أي شيء نبدأ يلا بينا عزور عايزك تقول لي أفضل عشر صور كانوا في الإسبوع إسبوع كورس الإسبوع ده أول حاجة إحنا كنا اخترنا المصورة بتاعة سلمية كلبطرة والمصري نهائي الرابطة حلو واخترنا مطش الحرس مطش الأهلي والحرس التتويج طبعاً ومطش الأهلي وبيرامد عظيم جداً فإحنا ببعت كم صور هاي كتير جداً هاي فكان إختيار صعب أوي الفقرة كسارية الجديد الناس كلها عبارة الحمد لله لا لا ده أقول ربنا الحمد لله يلا بينا يلا بينا يلا الصورة رقم عشر اوه رقم عشر هي من مطش المصري وسلمية كلبطرة هنعرضها حال هنعرضها لك حالاً دلوقتي عشان بس إيه لا لا ما عارف هنعرف أنت سخني جداً يلا بينا ايه على يمينك اوه دي صورة زميلنا فاتح أورتيجا المصري وسلمية كلبطرة طبعاً يعني صورة فيها كل حاجة بتبين الهزيمة وتبين مين فاز فطبعاً هي الصورة تم اختيارها مبروك لنادي السيرامية كلبطرة وجراندو وتنين مين المصور فاتح أورتيجا شكراً فاتح الصورة عظيمة جدا يلا اللي بعدتم ده مركز العشر المركز التاسع حسن سامح أبو حسن الصورة طبعاً هنا هو كان فيه أكتر من صورة تتويجة على فكرة بالمناسبة يعني بس اخترنا دي أنا وصح سام دياب ان الصورة دي يعتبر الجميع مشارك في الصور يعني شوف كله رفع ايديه حتى الأطفال كمان مشاركين حتى شبيه الشناوي اللي وراء كله كله صح صح فهمني يعني الصورة الصورة عبقرية حلوة جداً واقتناص اللقطة نفسها مين تاني مصور ده سامح أبو حسن سامح أبو حسن طبعاً مصور نادل أهلي طبعاً رقم تمانية برضو سامح أبو حسن حسين الشحات والشيبي والشيبي الصورة دي طبعاً هو الميزة فيها ان هو كان أخذ لقطة محدش خدا الصورة دي بقى وهو بيصلحه وانت برضو هتبص في الفورج هتلاقي هاني سعيد هاني سعيد وهو طبعاً كان داخل في الصلح ما بينهم فالصورة فيها كواليز حتى كمان الشخص اللي وراء ده اللي نعصة معرفش مين هو هو مشارك جداً في الصورة زي مبسوط من الصلح فالصورة كلها على بعضها هي حالة بسم الآخر الشي بتدع ليسه زعلان اللي جاية دي رقم كام؟ دي رقم سرعة صورة زميلنا أحمد رأفط دي الأهل وفيراميد الصورة دي تعتبر هي يعني أفضل صورة جات للحكاية دي للحادث ده صح دي قبل لحظة من الاشتباك صح وبص الشي بي هو بيقول له كده طب فيه ايه انت ملك فيه ايه انا عملت لك ايه فالصورة نفسها لأ يعني عارف انت ايه هدوء مقابل العاصفة صح هي الصورة دي بالضبط يعني كأنه حاسس ايه ده هو الموضوع كبر ولا ايه كده فاللأ يعني الصورة دي خدت مركز السابع يعني زميلنا أحمد رأفط الصورة رقم ستة عظمة جدا دي بقى أنا حبيبها جدا ايه الحلاوة دي اسلام اسامة ده اللي ايه حراس الحدود الصورة دي فيها ميزة رهيبة ايه بقى الميزة في الصورة دي الميزة دي الشناوي هو رفع مين؟ هو رفع ابن ايمان اشرف اصلا فبص ايمان اشرف هو بصص على ابنه وهو في الجو فاهمني؟ وده خلاص وهو خلاص بيودة على الاهلي وطبعا ايمان اشرف والشناوي وبينهم حكايات كتير وزعيق في الملعب فالصورة نفسها هو رصد حالة يعني خطيرة حلوة جدا كان فيه برضو صورة تانية برضو كان فيها نفسه في البر اتفع برضو كان خرفية جمهوره ده حماية بس برضو اخترنا افضل صورة دي ايه ناخد اللي بعد رقم خمسة اه وليد احمد الصورة ها تخيل كده معايا يا كريم تخيل ان الطفل ده او الطفلة مش لابس الماداليا الصورة ملهاش اي قيمة كانه في الجنينة صح لكن فكرة انه هو لابس الماداليا مع العاب اللي ورا على الخضرة دي فلا فده ملعب صح وده تكريم فلا الصورة طبعا والمسك الموبايل بيسوقع الصورة كلها على بعضها عبقرية وكمان واقف في حتة مش جرح العين وفيه كده سرموني في الصورة وهدية فطبعا دي اخدت معانا مركز الخامس حلو جدا مركز الرابع ايوه الصورة دي انا حيبها قوي هنا ده ده زميلنا رشدي احمد اخر المركز الرابع ده حد في الجهاز الاداري بتاع السراميكا اسمه مهدي مهدي حاجة لا اسمه مصطفى مهدي مصطفى مهدي طبعا هنا في ميزة رهيبة جدا في الصورة دي الصورة ان يعني رشدي هو يعني يعني عينه بتجيب حاجات غير الكورة يعني سؤال معلش يعني هل فيه حد يهتم بالتوقيت ده مش مثلا بنجم او حاجة هايصور اداري يعني ممكن ما تجيش يعني له كل احسن طبعا بس هيجي يروح يصور مدرب يروح يصور اللاعب مهاجم الصورة نفسها جميلة لو رفعت ايديه مع السبحة كالله بيقول يا رب والحمد لله مع المياه اللي حواليها الصورة دي عجباني قوي الله ينورى رشدي عظمة والله رقم ثلاثة اه ده مصطفى عميرة اه صاد الجوائز رقم ثلاثة بعد الجوم بتاع محمد اه يعني اول حاجة يعني الجون ده جون عظم جدا ففكرة انه هو اكتر من جهة اعلامية عالمية تناولت الهدف ده وقالت وشبهته بالجون روبرتكالوس طبعا يعني انت بص الاربع لعيبة بيجروا كلهم ميلين نفس الميلة نفس الدحكة ابتسامة فلا الصورة رصد حالة مرعبة يعني خطيرة خطيرة بعملة رائعة كالعادة طبعا رقم اتنين بقى دي انا عجباني قوي 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 بس انا مش مش اتكلم الصورة شرحة كل حاجة صحيح تخير هو بيقول انا اسف انا اسف حققكو علي راحة راحة حلم حلم بطولة مهمة للمصري بعد فترة كبيرة جدا وبص طبعا بس اقول لك حاجة يا فريد بالمناسبة هي الصورة عبقرية بس على ما اتذكر الصورة دي كان قبل بداية المباراة وجماهير المصري كانت تهتف لكابتن ميمة عبدالرازي وكاميرات تليفزيون جابتها وكابتن ميمة عبدالرازي بكى وقت ما جماهير المصري كان بتحييه بشكل كبير فانا على ما اتذكر الصورة دي كانت قبل المباراة الصورة عبقرية طبعا بس بحكي لك الحكاية انها كانت تقريبا قبل المباراة مش بعدها هو بص هو احنا عندنا في التصوير هو طبعا يفرق او انت تقول دي امتى ميدا تفرق بس الهم كيمة الصورة وحلويتها طبعا ما بيش خلاف يعني انا مسلا مرة في صورة صورتها لعصام الحضري في انها افريقيا في الجابون وهو باصص للكاس كاس افريقيا وعين وحزينة الصورة دي كانت اهم ما في المباراة برافو عليك فاهمني فهو فيه لا فهو الصورة تعبر عن الحزن اللي هو فيه تعبر عن الجمهور قد ايه جيدي ورا فريقه صح فلا يعني صورة اللي بعد كده رقم واحد بقى رقم واحد سوافة بقى الرقم واحد اه واحد الصورة دي انا حفوها جدا صورة يعني زمنة وليد احمد هي رقم واحد الجولة دي صورة عبقرية الصورة مفيش حد داخل عالتاني مفيش اوفرلاب كل واحد في الصورة هو خادم على الصورة حتى بص الحزين ورا ده فيه اكتر من حد حزين لعابة المصري قد ايه مخدمين على الصورة بص اللي فرحانه ورا وشايل زميله بص على الجمهور ورا وهم مش موجود او فيك اخضر بيطلع الصورة نفسها الصورة ركب واحد الاسبوع ده المين المين تاني ده وليد احمد يا وليد جمدة جدا يا وليد الصورة جميلة وحلوة وتستحق رقم واحد الاسبوع ده بصراحة اعمليش ان انا قيم في الصور بس انا مبسوط منبهر يعني وفريد طبعا اختارها حبيبة فريد عرفه لا بس طبعا يعني الصورة عبقرية جدا فريد يعني الصور حلوة والصور جميلة وانا مبسوط من الفقرة دي مش عايز اقولك ادي حجم ساعدتي بالفقرة ده والله انا اساعد والناس كلها كمان رد فعلها على الفقرة كل مصورين فرحنين جدا بالفقرة دي انا بشكرهم يعني بشكرهم لهم بمتعونه بالصور دي شكرا جدا كده فريد شرفت ونوارت شكرا حبيب وانت مسوط جدا بتواجدك معنا النهاردة ومرة اخر بعتزلك على دي الوقت النهاردة لسه معنا ايام كتيرة شكرا جزيلا